سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بك نزلنا نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقيه هؤلاء الأصحاب الكرام في سبيل الله من أذى وتعذيب سواء كان مديا أو معنويا اليوم حديثنا عن خباب ابن الأرث رضي الله عنه صحابي جليل وكان قينا حدادا يصنع السيوف لكن الهداية جاءته مبكرة وأسلم قبل دخول دار الأرقام لكن مع هذا كله لقي أصنافا من العذاب يحدث خباب الحديث نفسه أترك لك المجال دكتور الحديث عن خباب عن إسلامه وما لقيه في ذات الله بسم الله الصلاة والسلام على أصول الله أما بعد في نقطة بس في مقارنة بين سيدنا سعد بن أبي وقاس وبين مصعب رضي الله عن ناضافه هذا أمه هذا أمه أمه أثنين أمهات تشوف بس شخصية سيدنا سعد بن أبي وقاس أقرب لشخصية عمب الخطاب فيها شدة وفيها التحمد ولو كانت لك مئة نفس وظهرت تلو الأولى لن أترك ديني وكان حديث صريح تاكلي ما تاكليش أنت حضى ديني ما ليش مسيبة فيه قوة هذا نوع من الموجوع ولهذا قاد الجيوش فيما بعد صحيح قاد القادسية ضد الفرس وبالتالي هذه شخصية سيدنا سعد كانت واضحة في هذا المعنة فيها حزم وفيها شدة وفيها وكان مستجاب الدعوة رضي الله عن ناضافه سيدنا مصعب فيه لين فيه حل ما دخلت شي مشاكل لمعه أمه لمعه وأخذ وأخفه حتى إسلامه هو أخفاه يعني بلغ لي عطمان بن طلحة عكس سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان إذن النقطة الأخرى أنه كانت مصعب رضي الله عنه وضاها طالب علم متميز يحفظ في القرآن يحفظ في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صفات الدعاة ولهذا من كبار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعني منهجيث الدعوة إلى الله في التأثير على الناس واستيعابهم حتى في المدينة كان بعض الناس هددوه بالشدة استطاع بحلمه والدفع بالتي هي أحسن أن يتغلغل إلى نفوسهم وهذا مقارنة لها علاقة بتركيب تركيب النفسي هذا قائد جيش وهذا دعية كيف سيدنا براهيم فيه الحلم سيدنا موسى فيه الشدة كيف سيدنا أبو بكر فيه اللين سيدنا عمر فيه وهكذا هذا خلق الله لكن كلهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نعم نحن تكلمنا الآن لون آخر من ألوان المجتمع الرجل الحداد يصنع في السيوف سبحان الله ويصنع في الأشياء الحداد يعني وإذ بالإيمان يتغلغل ويصل إلى نفسه هذا معناه الإسلام قاعد ينتشر لكل الشرائع لكل الناس ليس للفقراء أو المضطهدين فقط وإنما هو للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والضعفاء والحددين والأطباء والمهندسين والتجار لكل ألوان البشر لكل الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بدون استثناء فهذا لون من الألوان هذا الحداد وإذ بالإيمان هداية الله له سبحانه وتعالى يجد نفسه في دار الأرقم بالأبي الأرقم طبعا عن طريق الدعاة إلى الله أخذوه سيدنا أبو بكر والجماعة اللي معاه اللي أخذهم في البداية رضي الله عنه ورضاه فوجد نفسه في دار الأرقم بالأبي الأرقم دخل في عالم جديد عالم الإيمان عالم الإيمان باليوم الآخر بالجنة بالنار بالقرآن بالأنبياء بالمفسلين وبدأ ضهر هذا الإيمان على سلوك خباب رضي الله عنه ورضاه أهل الكفر لم يفضوا هذه المرأة أمه أنمار الخزاعية مولاته أشوفت النساء حتى هنا في الكفر فيهن شدة فيهن عنف في المعاصي في الكفر فيعني وصلت هذه راشعة لنوعية القيم اللي يحملها الإنسانة بالضبط كان رجل ولا مرأة ولا شاب لا علاقة بالقيم بالقيم الذي يحملها نحن شفنا أم الخير أم أبي بكر واللي يقول أن فطرتها سليمة كيف كانت في نهاية المطاف أسلمت بعد محنة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نعم شفنا جميلة بنت الخطاب رضي الله عنه ورضاه كيف في انتصارها لمعاني الإيمان والإسلام شفنا سمية أول شهيدة شفنا سيدة خديجة رضي الله عنه ورضاه شفنا حمالة الحطب وشفنا حمالة الحطب وشفنا الآن أم أنمار الخزاعية نعم اللي هي السيدة وهي صاحب المالكة لموضوع الورشة اللي كان يشتغل فيها خباب بن يعني وصلت إن أخذت قطعة حديد وكوت بها رأسه من شدة الغيب شف التجرد من كل إنسان واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعال الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصر خباب على أم أنمار فاستجاب الله الدعاء فأسيبت بمرض فأصبحت تعوي مع الكلاب سبحان الله فأشير عليها بأن تكوي بحيث أن من العلاج حتى تشفى فالطرت وأتت إلى خباب وأخذ الحديد ووضعه في النار وكان السبب في علاجها وشوف كيف الله استجاب ونصر خباب رضي الله عنه رضا الله منصر خبابا قال عليه الصلاة والسلام طبعا حديد خباب مشهور لما جال النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في الكعبة فقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام وهو متغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيقسم نصفين يعني ما يرده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد من شدة العذاب وهذه طبيعة الدعوات الأنبياء والمرسلين لابد من المرور بسنة الابتلاء فشرح النبي صلى الله عليه وسلم لخباب أهمية سنة الابتلاء وأن هذه سنة الله في الصابقين وفي اللاحقين وبيلا إن مروا بظروف شديدة ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يظهر الله هذا الدين من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله هو الذئب على الغنم ولكنكم تستعجلون يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام دكتورة الآن يعني استنكر على خباب أنه لما طلب النصر لا تستنصر لنا لا تدعو لنا فقام كان متوسدا على بردة يعني متوسدا ببردة الكعبة فقام وذكر له القدوة وذكر له صنفا كانوا يعذبون في ذات الله ثم أعطاه البشارة والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون لو وقفنا الكلمة لكنكم قوم تستعجلون يا دكتور وهي في المرحلة المكية هو طبعا هو اسلوب الطلب ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فيه شيء من العجلة ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهها لكن في نفس الوقت يبين لك هذه القلوب اللي أمضها العذاب ونهاكها الجهد وشدة الصخرية والاستهزاء والتعذيب وهم أصلا فيهم لا يقبلون الضيب وممنوعون من الرد يعني منحهم النبي عليه الصلاة والسلام من استخدام العنف والقوة فالرد على هؤلاء ويكا عبد الرحمن بن عوف جاء سيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحنا كنا عزة في الجاهلية اترك بيننا وبينهم فقال لا لا تستخدموا أي لون من ألوان الشدة حتى قالوا بعض العلماء تصفى النفوس وما تكونش ردة الفعل انتقاما لذواتهم أو لأنفسهم ولكن كل الله سبحانه وتعالى لأنهم دخلوا في مجتمع جديد من القيم ومن المبادئ وقيادة جديدة متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج جديد فبالتالي فيه تربية كانت شديدة عليهم وأيضا فيها معنى حتى إذا استيئس الرسول فظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم عن القوم المجرمين يبقى تشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حديث اللي بينا لخباب أهمية التأسيب السابقين بالأنبياء والمرسلين وأتباعهم في تحمل الأذى أيضا التعلق بما عدى الله لهم في الجنان أيضا المؤمنين أيضا التطلع للمستقبل يعني فيه إشارة واضحة إن المستقبل لهذا الدين إن المستقبل للإسلام إن المستقبل لأهل الإيمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثير من روح الأمل والتفاؤل لكن المرحلة تقتضي الصبر ولكم في الأهم السالفة قدوة ولم النبي عليه الصلاة والسلام لما قام وقد أحمر وجهه وتغير يعني أنكر عليه أنه استعجل النصر في بداية الدعوة في بدايتها ولا زالت التربية النبوية بالقرآن الكريم تعالج الأمراض التي في قلوبه مثل ما ذكرت قبل قليل لا يستجيبون لردة فعله إنما يستجيبون للمنهج لكن الذي سوقفني ولكنكم قوم تستعجلون يعني الإنسان دائما وخلق الإنسان من عجل يريدها بين عشية وضحاها وربك على كل شيء قدير وهذا دخل في سنة التدرج بالأسباب دكتور هو في نقطة مهمة رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم التأسي وبيّن لهم مصير الدعوة في المستقبل لكن ما كانش عليه الصلاة والسلام يعيد فقط كان الوعظ كان قائم لكن كان واخذ بسنة الأخذ بالأسباب فكان يتغلغل بدعوته داخل مكة وبعد ذلك فتح لهم أفاقا جديدة في الهجرة إلى الحبشة وثم هو عليه الصلاة والسلام بدأ يفتح أفاق الدعوة عن القبائل يبحث عن الحماية وعن النصرة لدينه وثم عليه الصلاة والسلام ذهب حتى للطائف نأتي الحديث عنها بالترسيل إلى أن نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في مجيل الأنصار من الأوس والخزرج وجاءت البيعة الحرب لحماية الدعوة والانتقاد فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهتم بسنة الأخذ في الأسباب في مقاومة الأعداء للوصول بدين الله إلى بقية البشر والناس وحماية المستضعفين يعني كأننا فهم منكم يأمرهم بالصبر لكن كان يبحث لهم عن حلول طبعا ليس الصبر المقعد الصبر السلبي يعني يصبر الإنسان ويتحمل لكن لا يبحث عن حل هذا الصبر غير مراد أعتقد هكذا دكتور أن هذا الصبر غير مراد من خلال كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بيئة جديدة ينتقل بأصحابه إليها فجاءت بيعة العقبة أتكلم عليها خباب رضي الله عنه ورده طبعا يبدو أنه كان يدعو للتوحيد ويناقش ويحاول وكانوا عنده زبائن في السيوف منهم العاص بن وائل وكان عليه دين فخباب طالب هذا الدين من العاص بن وائل وأبو عمر بن العاص فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فطبعا قال لا أكفر بمحمد حتى تموت فشوفوا الصخرية عندك قال إذن أموت نعطيك بعد ما مات مش أنتم تقولوا في بعد وفي آخر وفي كذا يوم القيامة انتلاقوا انتلاقوا يوم القيامة سيكون أولادي معايا ومالي أولادي فنزل قول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أتخذ الغيبة أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهده كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مده ونرثه ما يقول ويأتينا فرده ونزلت الآيات في العاص بن وائل أيضا هذا المنظر وهذا المشهد طبعا العذب هو أخذ وحجارة محمد ووضع عليها بظهره ووقف أحد المشركين على على صدرة وكانت المتن ظهرة التسق بتلك الحجارة وأصبح جسمها مثل البرس للأخاديد مثل الأخاديد مثل البرس سبحان الله واستمر بهذا الوضع هذه الألام وهذه الأثار إلى عهد سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه وضاه وكان سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه وضاه يجلس مع السابقين الأوائل ويتحدث معهم ويسألهم ماذا رأوا من أعمال المشركين في عهده بالخلافة ويحتفي بسابقتهم وينزلهم منازلهم وعزلوا الناس منازلهم كما قال عليه الصلاة والسلام طيب دكتور ناخذ فاصل قصير ثم نعود باستكمال هذه المعالي الجميلة من خلال القصص النبوي وحدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاصل قصير ونعود سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك مرحبا دكتور أهلا سيد قبل الفاصل كان الحديث عن قصة خباب بن الأرث رضي الله عنه وذكرت حديث العاص بن وائل وأنه كان خباب له دين عند العاص بن وائل استوقفني أنه قال العاص بن وائل السهمي قال لخباب لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد يعني شوف المساومات هذه دائما قضية المساومة وهو محتاج إلى المال وقين وحداد والآن العاص بن وائل يساممه أنه لا يعطي هذا المال حتى يكفر بمحمد قضية المساومة دائما موجودة الضغوطات يعني مساومات المادية بالمال أو بالتعذيب أليس هذا الأسلوب يعني موجود إلى وقتنا الحر دائما المساومات والتهديد والإغراء أحيانا فخباب كان له موقف مع هذه المساومة طبعا كان موقفة واضح قال لا أكفر بمحمد حتى تموت هذا تبات على الإيمان وعلى الإسلام وكان أيضا النقطة الواضحة أن صراع بين عقيدتين بين الإيمان وبين الكفر وبين الشرك وانعكاذ ذلك في السلوك وفي المفاردات الكلام يعني فيها نوع مستخرية العاص بن وائل يعني طريقة الكلام يعني هم موضوع الإيمان بالله هم في داخلهم في عماقهم مولد لهم خوف وضعب لأن عرفنا روحهم ليسوا على اليقين الحقيقي فبالتالي يتغلبون على ذلك بالصخرية والاستهزاب الآخرين ولهذا جاء القرآن بقوة فرأيت الذي بآياتنا وقال لا أتين مانا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرثه ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة يعني شوف معنا الكلام اللي قالوا هذا الشياطين تأزهم أزة تدفع دفع وبالتالي هذه الأقوال من وسوسة الشياطين ومن أز الشياطين وبالتالي الاستهزاب بالله وبرسوله وبالقرآن وبالقيم هي أز من إبليس لا علاقة لا بحبية الفكر ولا حبية المعتقد واللافت أن خبابا رضي الله عنه قال لا أكفر حتى تموت يعني لم يستدعي مثلا أو أتحصل على مالي أو مثلا أستشير النبي صلى الله عليه وسلم لعل هناك رخصة لعل هناك نوع من المدارات كان الوضوح في المرحلة هذه على أشده بجلاء وصفائه وهذا قوة البناء العقدي الذي كان يتربى عليه الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه كان يحتفي بخباب دكتور علي طبعا كان لهم مكانة عظيمة خصوصا السابقون هؤلاء السلام اللي كانوا في دار الأرقم بن أب الأرقم كانت لهم مكانة خاصة عن سيدنا عمر وكان يحب الاستماع إليهم ويسألهم على تلك الفترة ويستشعروا بنعمة الله كيف كانوا وكيف أصبحوا رضي الله عنهم جميعا ولما شاف العذاب لما كشف عن ظهر خباب لسيدنا عمر قال ما رأيتك اليوم وشرح له سيدنا خباب شدة العذاب الذي مرضوا به من المشركين واصبح الذكرة من الذكريات وأجره عند الله سبحانه وتعالى كأن عمر يعلمنا أن نحفظ الناس مكانتهم وتاريخهم وجهادهم وعطاءهم في ذات الله هذا كان باعتبار أن عمر كان الرجل الأول في الدولة في خلفتها نتقل صورة أخرى من صور التضحية وابتلاء رويعي راعي راعي عقبة بن عبد المعيد عبد الله بن مسعود من قبيلة ضعيفة جدا دخل الإسلام ولقي من المعاناة ما لقي يعني لاحظ الآن الأغنية حداد راعي هذه الشريع كلها كيف كان ابن مسعود عبد الله بن مسعود الغليب المعلم قال علي على الصلاة والسلام وهو صاحب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان إسلام وكيف كانت يعني ابتلاء الله ابتلاء الله له في ما تحمله في ذات الله المرحلة المكية أو قال كنت غلاما قال أرعى الغنما لعقبة بن أبي معيد هذا راعي أو عند من واحد من سادة المشركين نعم قال فماذا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن قلت نعم ولكني مؤتمن وكلمت لكني مؤتمن تدل على صفاء الفطرة يا السلام لأن دائما الفطرة تنزع للصدق والأمان وهو على الشرك كان أمين آية كان أمين قبل دخوله في الإسلام وبالتالي ما انتهتش الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لندخل في الإسلام لأن صفاء الفطرة يجعل أن الإيمان يدخل بسهولة بدون تعب أصلا قال مؤتمن فقال فهل من شاتا لم ينزوا عليها فحل فأتيت بشاه فمسح علي الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرعها فنزل اللبن وشرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر ثم قال للضرع أقلسي فقال وصع وهذه طبعا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات المادية آه فرأها أمام عينيه فكانت سبب في إسلامه سبحان الله ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول ماذا قرأت ماذا قلت علمني يا سلام فمسح رأسي على رسول يا سلام وقال يرحمك الله فإنك غلام معلم يا سلام أو غليم معلم غليم معلم تصغير غلام يعني أي طبعا وهذه كان مفتاح إسلامه كلمتين عظيمتين أني مؤتمن وأنه غليم معلم يا سلام ودخل طبعا في الإسلام سيدنا عبد الله بن مسعود وكان هو أول من جهد بالقرآن وتغلغ الإيمان في نفسه وكان ما كانش لها عشيرة ولا سيوف تدود عنها لكن كان قوة الإيمان ذهباء دفعت به للصدع وقال لابد المشركين يسمعوا القرآن الكريم علنا على النوعية سيدنا أبو ظرف لا أصرخنا بهم بين ظهرانيهم وأنا قال لابد يسمعوا القرآن ويعلوا صوت القرآن أمام المشركين وهذا رائي كاميرا لا أصبح خلاص تغيرت الحياة تغير كل شيء الصنعة باقية ولا الحرفة باقية والمعاني والقيم في عالم آخر تولا أصبح صاحب رسالة وصاحب دعوة وحريص على هداية الناس وأن يتعلقوا بالإيمان وبالقرآن وبالتالي وخرج وبدأ يقرأ في صورة كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع مجموعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من يسمحهم ذلك ونبرى لذلك عبد الله بن مسعود وقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأكمل الصورة واستمر في قراءة الصورة وتعرض للأذية وقال لو تعرضت لها مرة أخرى لكان مستعد أيضا للتضحية في سبيل هذا المعنى طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان خفيف كان رقيق وكان من حيث جسر من حيث جسر البنية وكان رقيق الصاقين وقال إن رسول صلى الله عليه وسلم أعلى عند الله من أحد من جبل أحد إنها أثقل في الميزان من جبل أحد وهو أيضا يحتبر من كبار الفقهاء والعلماء في عاد سيدنا أبو بكر عمر بالخطاب وهو الذي أسس المدرسة الكوفية في عاد سيدنا عمر بالخطاب لما أرسل الجيوش وبدأت الفتحات بدأ يختار في كبار الصحابة من أصحاب الفقه والعلم وأسس المدرسة المكية عبد الله بن عباس والمدرسة المدنية كان فيها هو ومجموعة من الصحابة وأيضا فالمدرسة الكوفية أسسها عبد الله بن مسعود واصبح من كبار الفقهاء وهي التي تأسس عن المدهب الحنفي فيما بعد نعم سبحان الله فقه العراق جله من عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علمه قال سيدنا عمر بالخطاب وقال يعني كما نقول آثرتكم به على نفسي كان لا يريد أن يفسله لكن قال آثرتكم به على نفسي لأهل العراق سيدنا عمر بالخطاب أنا استوقفني هنا يا دكتور لما عبد الله بن مسعود قال علمني مما قرأت لما النبي صلى الله عليه وسلم مس على الضرع ثم قلص بعد ذلك لما شربوا وقلص ورجع كما كان فقال يا رسول الله علمني من هذا القول أول شيء يعني فيه إيماء وإشارة لشخصية عبد الله بن مسعود أنه هو يحب أن يتعلم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم المعلم عليه الصلاة والسلام قال قال عبد الله بن مسعود فمسح على رأسي مس على الرأس من النبي عليه الصلاة والسلام على راعي بسيط من قبيلة هذين لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يذكر في الأشعار ولا يمدح وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام على ما كانتي وجللي يضع يده الشريفة المباركة ويمسح بها على رأس بن مسعود أكيد لها أثار ومشاعر و سأصحب أيضا مع مس على الرأس أنه قال له يرحمك الله يعني هذه هذه رسالة للدعية دكتور في الرفق ونحن في وقت في وقت نعيش فيه نوع من القسوة والعوم في التعاطي مع المخالفين هو ليست للدعية لكل مسلم نعم لأن كل مسلم يفترض أن يكون دعية نحن شفنا الحداد وشفنا الضاعي كيف بمجرد ما دخل الإيمان والإسلام في نفوسهم ما فيش طبق اسمها دعية في الإسلام كل المسلمين دعاة إلى التوحيد جميل كل المسلمين دعاة إلى الإيمان كل المسلمين دعاة إلى القرآن ولهذا كل من وصلت إليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شباب رجال نساء أشكال والوان انطلق واصبع وضعي أصبح في وسط مكة يتنف القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خباب يدخل في جدل في نقاشه مع العاصر بن وائل السهبي حتى تموت سعد بن أبي وقاس مع والدته وبالتالي أن هذه الأخلاق للدعاة لا لكل مسلم يعني هذا التصنيف غير صحيح لكن هذه طبيعة الإيمان طبيعة الإيمان ويعني كما أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا ثم ذكرت الآيات لأن قالوا ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أهل الضلال والشرب والظلم يدعون إلى مناهجهم الشيطانية وأهل الإسلام يبقوا مترددون في أنفسهم هذا لا يليق بمن ربي بالله ربه بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا هذا لا يليق بمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الاختداء به عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جميل يبقى دكتور الصدع عبد الله بن مسعود في بين ظهراني قريش بالقرآن هذا ألا يعتبر نوع من الكسر والتحدي لقريش التي تمالت وتعطت كل الأسباب لاستعصال هذه الدعوة وهذا هلام راعي لعقب بن أبي معيد يصدع بين ظهراني مشركين في وسط مكة نحن تكلمنا عن غرفة العمليات التي قادها الوليد بن مغيظة بالضبط وكيف خططوا ولما تأتي القبائل العربية في موسم الحج ماذا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسليم فانتصر على هذه الغرفة العمليات ودمرها تدميرا فأصبح ماهاش استطاعوا أن يواجهوا الدعوة في كل مكان في كل بيت من هنا الضعي من هناك الحداد من هناك الشاب من هناك رجل الأعمال من هناك فانتصرت دعوة الله في مكة بارك الله وفيك دكتور ارتهى الوقت نكمل إن شاء الله صور وأصناف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونستلهم منها الدروس والعبر ونقف عند محطات جميلة حرية وكل محطات السيرة النبوية حرية وجديرة بالوقوف عندها بارك الله وفيك دكتور مشاهدين الكرام ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك اشتركوا في القناة